بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلاً و أسهلاً بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2-3 لعلنا في درسنا الماضي إذ تتذكرون قد بدأنا أو تعرفنا على تراكيب المادة الوراثية أو دور العلماء في اكتشاف هذه المادة الوراثية البحث في السر خلف ما هي المادة ما هو الجزء الذي ينقل الصفات الوراثية يقوم بتوريث هذه الصفات من جيل إلى جيل آخر استعرضنا مجموعة من العلماء بدأنا بالعالم جرفة هذا العالم الذي عمل على اكتشاف الديني و التحول في البكتيريا بواسطة الديني فهذا العالم إذ تتذكرون قام بدراسة نوعين من البكتيريا هذه البكتيريا أحدهما ملساة و الأخرى كانت بكتيريا خشنة البكتيريا الملساة أو هذه السلسلة من البكتيريا كانت تسبب المرض تسبب الالتهاب الرئوي بينما هذه الخشنة لم تكن تسبب هذا المرض قام بإجراف و حوصات وتجارب على مجموعة من الفئران في التجربة الأولى في الخطوة الأولى قام بوضع هذه السلسلة أو حقن الفأر الأول بنوع أو أحد أنواع البكتيريا أس أو البكتيريا المسببة للمرض مات هذا الفأر قام بحقن فأر آخر بالنوع الآخر بالبكتيريا الخشنة و لكن تفاجأ بأن الفأر بقي حيا بمعنى أن هذه السلسلة لا تسبب العدوى لا تسبب المرض قام بتسخين هذه البكتيريا المسببة للمرض أو هذه البكتيريا التي رمزنا لها بالرمز S و ثم حقن أحد الفئران بهذه السلسلة التي تعتبر سلسلة ميتة و لكن هذا الفأر بقي حيا كون هذه البكتيريا كانت ميتة في التجربة الأخيرة أو في التجربة الرابعة في الفأر الرابع قام بعمل أخذ جزء من هذه البكتيريا الميتة و وضعها على البكتيريا R الحية و حقن أحد الفئران و لكن تفاجأ بأن هذا الفأر مات هنا استنتج العالم جلت بأن هذا الفأر أو هذه البكتيريا R تحولت من R إلى S هنا بدأ العلماء يفهمون أو بدأت الخطوة الأولى الشرارة الأولى لمعرفة مسألة التحول عندما تحولت بكتيريا R إلى بكتيريا S ثم أتى بعد ذلك العالم الآخر وهو العالم إفري هذا العالم أكد عملية اكتشاف الخلايا R عندما إذ تذكرون ذكرنا بأن هذا العالم قام بفصل مكونات هذه البكتيريا الدهون والبروتينات كذلك جزي الـ DNA و قام بإضافتها للبكتيريا R يريد أن يتعرف ما هو الجزء الذي من الممكن يقوم بنقل هذه الصفات البراثية عندما نقل الدهون أو خلط هذه الدهون مع البكتيريا R لم يتغير شيء عندما خلط هذه البروتينات مع هذه البكتيريا لم يتغير شيء و لكن عندما وضع هذه المادة البراثية عندما وضع جزي الـ DNA على البكتيريا R شاهد هذه البكتيريا تتحول إلى بكتيريا S هنا بدأ يتأكد أن الجزء المسؤول عن نقل المادة الوراثية هو الديني أتى بعد ذلك العالم هيرشي و تشيس هؤلاء العلماء أكدوا بأن المادة الوراثية هي الديني في تجربتهم إذ تذكرون عندما قاموا بإجراء مجموعة من التجارب على بكتيريا الإيكولاي أخذوا فيروس آكل البكتيريا قاموا في الفيروس الأول أو أخذوا مجموعتين من الفيروسات المجموعة الأولى وضعوا لها هذا الفسفور المشع والمجموعة الثانية حقنوها بالكبريت المشع في المجموعة الأولى قاموا بوضع هذا الفسفور المشع مع المادة الوراثية بينما الكبريت المشع قاموا بحقنها على البروتين الذي يغلف هذه الفيروسات نحن نعلم أن هناك خطوات لتضاعف الفيروس كان الفيروس في الخطوة الأولى يلتصق على الخلية البكتيريا ثم تدخل المادة الوراثية ثم تبدأ هذه المادة الوراثية بإعطاء أوامر لهذه البكتيريا لتصنيع نسخ من هذه الفيروسات في التجربة الأولى في المجموعة الأولى في إيكولاي الأولى شاهدوا أن الفيروسات التي حقن المادة البراثية بالفسفورة المشع ظهر هذا الإشعاع أو ظهر هذا الففسفورة المشع في الفيروسات الجديدة الناتجة من عملية التكاثر بينما في التجربة الثانية حقنت بالكبريت المشع للبروتين لم نشاهد هذا الكبريت ينتقل للبروتين للنسخة الجديدة من هذه الفيروسات بدأ يتأكد أن المادة المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية عن حمل الصفات الوراثية هي أو جزء الديناي ثم انتقلنا بعد ذلك لنتعرف سوياً على أو نتتبع دور العلماء فظهر معنا العالم ليفن هذا العالم حدد التركيب الأساسي لنيوكليتيدات وذكرنا بأننيوكليتيدة عبارة عن سكر ريبوز ومجموعة فوسفات بالإضافة إلى قاعدة نيتروجينية تعرفنا أيضاً مع العالم تشارجاف هذا العالم الذي أكد لنا بأن هناك كميات محددة من الأدنين ومن الثايمين من الجوانين من السيتوسين اتفقنا مع هذا العالم بأن الأدنين دائماً يساوي الثايمين السيتوسين دائماً يساوي الجوانين ثم أيضاً ذكرنا بأن العالم ويلكيز استطاع استخدام الأشعة السينية فرانكلين هذه العالمة انضمت لفريق العمل واستطاعت التقاط أول صورة عام 1951 المشهورة باسم صورة رقم 51 للديني ثم انتهينا ونحن نتتبع هؤلاء العلماء أدوار هؤلاء العلماء في اكتشاف المادة الوراثية بمعرفة دور العالمان ووتسون وكريك الذين قاموا ببناء نموذج الجزي الديني العالم ووتسون والعالم كريك استفادوا من تجارب العلماء استفادوا من الصورة الملتقطة عام 1951 وبدأوا يتخيلون تركيب هذا الجزي أو تركيب الديني ولعلنا أظهرنا هذا التركيب يعني هناك قواعد نتروجينية مثل ما ذكرنا السكر كان للخارج والمجموعات للداخل هذه القواعد النتروجينية ارتبطت مع بعض ربطوا الثايمين مع الأدينين برابطتين هيدروجينية الجوانين مع السيتوسين بثلاث روابط هيدروجينية وبيّنوا الشكل أو صنعوا جزي أو مشابه لتركيب الديني من الأسلاك فكان أول تخيل أول تصميم أول بناء يحاكي نموذج الديني أو جزي الديني من خلال العالم ووتسون والعالم كريك اليوم بإذن الله سوف يكون لدينا درس جديد وهو تضاعف الديني مثل ما يظهر معنا في الكتاب وظهرت هذه الفكرة الرئيسة بأنه يتضاعف الديني بتكوين سلسلة جديدة متممة للسلسلة الأصلية هذه الفكرة الرئيسة تلخص أهم ما سيتم دراستها اليوم إذن هذا الديني يتضاعف يكون سلسلة جديدة هذه السلسلة الجديدة هي متممة للسلسلة الأصلية المنسوخ منها خلال دراستنا لدرس تضاعف الديني يظهر معنا هدفان في الهدف الأول أن تلخص وتلخصي دور الإنزيمات في تضاعف الديني أن تفسر وتفسري كيف يتم بناء السلسلة الرئيسة والسلسلة الثانوية بصورة مختلفة كل منها عن الأخرى تضاعف الديني الشبه محافظ لأننا نركز على هذه العبارة الشبه محافظ لماذا العلماء أطلقوا هذا المسمى بعد الانتهام من تتبع الخطوات لمعرفة كيف تم صناعة هذا الديني سوف نعرف ما هو السبب الذي قاد العلماء لإعطاء هذا المسمى لإعطاء هذا التعبير على عملية تضاعف الديني اقترح العالم ووتسون وكريك طريقة محتملة لتضاعف جزي الديني تسمى عملية التضاعف الشبه محافظ إذن العالم ووتسون وكريك أو العالمان ووتسون وكريك مثل ما اتفقنا في درسنا الماضي هم أول من أعطوا تصميم يحاكي أو نموذج يحاكي تركيب جزي الديني هنا العلماء بدأوا يتخيلون هذه العملية أو أعطوا هذه العملية مسمى عملية التضاعف شبه المحافظ هذا التضاعف مثل ما تعلمنا يحدث في الطور البيني للانقسام المتساوي والمنصف لعلنا نتذكر في دروسنا السابقة ونحن نتكلم عن انقسام المتساوي للانقسام المنصف في الانقسام المتساوي كان لدينا مرحلة واحدة أو في الانقسام المنصف كان هناك مرحلتين ويتتم هذا الانقسام عبر مرحلتين ولكن في الطور البيني في بداية الانقسام المتساوي الطور البيني في بداية انقسام المتنصف أو المنصف كان يظهر معنى عبارة تضاعف الدييني هنا هذه العملية تحدث أو عملية تضاعف الدييني عندما يأتينا التساوي متى تحدث عملية التضاعف الدييني تحدث هذه العملية في الطور البيني سواء في الانقسام المتساوي أو الانقسام المنصف تنفس السلاسل الدييني الأصلية لتكون قوالب وتتضاعف وينتج جزء DNA مكون سلسلة أصلية وأخرى جديدة إذن وهنا ونحن نتتبع هذا الرسم نشاهد هذا الرسم هنا الـ DNA الأصلي أو هذه السلسلة الأصلية هذه السلسلة بدأت هذه السلاسل تنفصل انفصلت إلى سلسلتين أولاها سلسلة أصلية والأخرى نسميها سلسلة جديدة هذه السلسلة الأصلية التي يظهر معنا هنا باللون الأزرق هي عبارة عن السلسلة الأصلية عندما تضاعف هذا الـ DNA بدأ ينتج لنا جزء آخر مكون من سلسلة أصلية وأخرى جديدة السلسلة الأصلية مثل ما يظهر معنا مثلناها باللون الأزرق والسلسلة الجديدة هي التي باللون الأحمد إذن هنا أيضا عندما تضاعف الـ DNA هنا نشاهد السلسلة الأصلية أو أحد خيوط أو أحد السلاسل نحن نعلم أن الـ DNA عبارة عن سلسلتين هذه السلاسل سوف تنفك إلى سلسلة أولى وسلسلة ثانية السلسلة الأولى هنا بالخط الأزرق أصبح لديها جزء آخر هي أيضا تضاعفت لتعطينا سلسلة مستقلة أيضا السلسلة الثانية أيضا هي باللون الأزرق لأن سلسلة أصلية أو أحد أو سلسلة الثانية في جزء الـ DNA الأصلي هنا أيضا تضاعفت وأعطتنا سلسلة أخرى جديدة أصبح لدينا جزء DNA متضاعف بدلا من كان هناك جزء DNA واحد أصبح لدينا جزئين من الـ DNA تتضمن عملية التضاعف شفها المحافظ ثلاث مراحل ما هي المراحل التي يتم من خلالها تضاعف DNA؟ المرحلة الأولى وهي عبارة عن فك الالتواء والمرحلة الثانية هي ارتباط القواعد في أزواج وفي آخر مراحل التضاعف إعادة ربط هذه السلاسل في مرحلة فك الالتواء هناك إنزيمات تستخدم في هذه المرحلة إنزيم فك الالتواء أو ما نسميه بإنزيم هليكيز كذلك البروتينات المرتبطة مع السلاسل المنفردة عندما نستعرض بتفصيل أكبر في الشراحة القادمة سوف نعرف دور كل إنزيم من هذه الإنزيمات في هذه العملية أيضا إنزيم الـ RNA البادئ يكون ضمن مرحلة فك الالتواء كذلك في مرحلة ارتباط القواعد في أزواج هناك إنزيمات تشارك وهو إنزيم بلمرة إنزيم بلمرة الديني أيضا إنزيم ربط الديني أيضا في إعادة ربط السلاسل هناك إنزيم ربط الديني سوف يشارك في هذه العملية إذن هنا تظهر معنا الثلاث مراحل فك الالتواء وربط القواعد في أزواج كذلك إعادة ربط السلاسل وكل مرحلة من هذه المراحل يظهر تحتها الإنزيمات والبروتينات المشاركة في عملية أو لإتمام هذه المرحلة في المرحلة الأولى مرحلة فك الالتواء يذكر لنا الكتاب بأن أنزيم فك الالتواء الهيليكيز مع البروتينات المرتبطة مع السلسل المفردة كذلك أنزيم الـ RNA البادئ سوف يكون لها أدواء دعونا نشاهد أنزيم فك الالتواء ماذا يعمل أو ماذا يعمل ما الذي يعقب إنزيم فك الالتواء نحن نعلم أن هناك سلسلة من الديني هناك سلسلة مزدوجة من هذا الديني أولى الخطوات سوف يأتي هذا الإنزيم المفكك إنزيم الهيليكيز بقص هذه السلسلة بفتح هذه السلسلة هذا الشريط المزدوج الملتف الملتوي هذا الإنزيم يعمل على تفكيفه ليصبح سلسلتين من الديني أو شريطين من الديني يأتي عاقب مرحلة فك الالتواء وعقف هذا الإنزيم دور البروتينات المرتبطة مع السلاسل المنفردة ما هو دور هذه البروتينات؟ هذه البروتينات عندما تنفص السلاسل الحلزون تتكسر روابط الهيدروجينية فتقوم هذه البروتينات بالارتباط بجزئة الديني لضمان بقاء السلاسل المنفصلة في درسنا الماضي كنا نتكلم عن تركيب الديني ما هو تركيب الديني؟ عبارة عن شريطين من الديني الشريط الأول والشريط الثاني عندما يكون لدينا أدنين يقابله ثايمين عندما يكون لدينا جوانين يقابل السيتوسين وبالعكس في نفس الفكرة عند الأدنين يرتبط مع الثايمين برابطتين هيدروجينية الجوانين يرتبط مع السيتوسين بثلاث روابط هيدروجينية هذه الروابط الهيدروجينية جعلت هذا الجزء الديني ملتف على شكل حلزوني عندما قام إنزيم فك الإلتواء إنزيم هليكيز بفك هذا الارتباط إبعاد الشريطين عن بعضهما البعض نريد النعم العملية التضاعف الشريط الأول سوف يتضاعف والشريط الثاني سوف يتضاعف مثل ما اختصرنا المشهد في الصورة الأولى ليبقى هذا الشريط منفرد ليبقى هذا الشريط منفصل يأتي دور هذه البروتينات المرتبطة مع السلاسل المفردة بينما إنزيم الارن اي البادي هذا الإنزيم يقوم بإضافة قطعة صغيرة من الارن اي إلى كل سلسلة من سلاسل الديني بمعنى هذا الإنزيم سوف يعمل على بدء استنساخ أو تضاعف هذا الديني في المرحلة الثانية مرحلة ارتباط القواعد في أزواج سوف يتم عملية أو هناك إنزيم أسمينا إنزيم بالمرة الديني هذا الإنزيم يحفز إضافة نيوكلتيدات المناسبة للسلسلة الجديدة مثل ما ذكرنا لدينا أدنين سوف نأسحب لها نيوكلتيدة مرتبطة مع قاعدة نيتروجينية تملك الثايمين لدينا نيوكلتيدة تملك السيتوسين سوف نجتذب لها سوف توصل لها أو تقوم بربطها مع نيوكلتيدة تحتوي على الجوانين إذن إنزيم البلمرة الديني يحفز إضافة نيوكلتيدات المناسبة للسلسلة الجديدة الأدنين يقابل الثايمين الجوانين يقابل السيتوسين وبالعكس إنزيم ربط الديني يعمل على ربط السلسلة التي بنيت بشكل غير متواصل سوف يظهر معنا قطع نسميها قطع أكزاكي سوف يكون هناك بناء من ثلاثة شرطة إلى خمسة نحن نعلم أن شريط الديني أو الديني مركب من شريطين أحد هذه الأشرطة يبدأ من ثلاثة شرطة وينتهي بخمسة شرطة الشريط المعاكس يبدأ من خمسة شرطة وينتهي بثلاثة شرطة هناك إنزيم سوف يعمل في نفس الاتجاه في اتجاه التضاعف أو شريط يربط أو يكون نيكريديدات في اتجاه التضاعف بينما الشريط الآخر سوف يعمل عكس اتجاه هذا التضاعف لذلك سوف يظهر معنا مجموعة من القطع نسميها قطع أكزاكي كل ما نقوم باستعراضه وتمهيد سوف يظهر معنا في الصورة القادمة لتتضح الصورة بشكل أكبر وفي إعادة ربط هذه السلاسل عندما يصل إنزيم البلمرة الديني للأريني البادئ فإنه يزيل البادئ ويستبدل به نيكريديدات من الديني ثم يقوم هذا الإنزيم بربط الديني بربط جزئين هنا في عملية التضاعف الديني مثل ما يظهر معنا يظهر معنا هنا إنزيم فكل التوال هليكيز يريد أن يقوم بتكسير هذه الروابط الهيدروجينية تفكيك هذه السلاسل إبعاد الشريطين عن بعضهم الباب فهذا الإنزيم يعمل على فصل الجزئي الديني الحلزوني المزدوج وهنا مثل ما يظهر معنا مثل ما اتفقنا اتجاه التضاعف من ثلاثة شرطة إلى خمسة شرطة بينما الشريط الآخر الشريط الثاني ثلاثة شرطة إلى خمسة شرطة يعتبر عكس اتجاه التضاعف هنا بطريقة مفصلة يظهر معنا هنا باللون البني إنزيم فكل التوال قد تم الانتهام من فك هذا الشريط وتظهر معنا هنا إنزيم البلمرة ديني تشارك في عملية ربط واجتذاب النيوكريتيدات المناسبة لهذا الشريط هنا التي تظهر معنا باللون الأخضر نشاهدها في الشريط الأول وفي الشريط الثاني نعبر عنها بالبروتينات المرتبطة مع السلاسل المنفردة ماذا تعمل هذه البروتينات؟ تبقي هذه الشريطة مثل ما ذكرنا منفردة حتى لا يعود هذا الديني ليلتصك مرة أخرى إنزيم الـ RNA البادي نشير له هنا باللون الأزرق سوف يعمل على بدء صناعة النسخة الجديدة من هذا الشريط إذن هنا نلاحظ إذن هذا إنزيم RNA البادي في الشريط الأول النسخة أو الشريط الأصلي السلسلة الأصلية يبدأ من ثلاثة شرطة إلى خمسة شرطة وهذا هنا اتجاه التضاعف نبدأ بإنزيم RNA البادي لبدء صناعة هذه الإنزيمات أو عفوا بدء استنساخ أو نسخ هذا الشريط من الـ DNA إذن هنا بدأ نلاحظ الشريط المقابل الشريط الجديد يبدأ من خمسة شرطة وينتهي بثلاثة شرطة هذه السلسلة نسميها السلسلة الرئيسة لماذا اسميناها السلسلة الرئيسة؟ لأنها تصنع بشكل متواصل ومتى تصنع بشكل متواصل؟ عندما يبدأ تصنيعها من ثلاثة شرطة إلى خمسة شرطة اتجاه المعاكس ما يظهر معنا باللون الأزرق أيضا هو إنزيم RNA بادئ سوف هنا نبدأ لكن بطريقة مختلفة سوف يكون هنا البناء التصنيع سوف يكون عكس اتجاه التضاعف ولكن هذا التصنيع يكون بطريقة مختلفة سوف نشاهد أكثر من إنزيم RNA بادئ يظهر على هذا الشريط نشاهد هنا مجموعة قام باستنساخ هذه المجموعة من النيكوليتيدات أيضا هذا الإنزيم RNA بدأ بتصنيع مجموعة أخرى الثالث بنفس الفكرة ولكن نشاهد هنا لكفراغات ما بين هذه القطع إذن هذه قطعة أولى هنا قطعة ثانية قطعة ثالثة هذه القطع هذه الوصلات نسميها قطع أوكازاكي هنا نشير بالرسم هذا الجزء الأول هذا الجزء الثاني الثالث هذه القطع نسميها قطع أوكازاكي وهذه السلسلة المتقطعة التي استنسخت عكس اتجاه التضاعف نسميها السلسلة الثانوية لماذا؟ لأنها تصنع بشكل متقطع لكن هنا يظهر معنا أن هناك ارتباط لهذه القطع أو هناك إيصال أو ربط لهذه القطع هذا الربط هذه القطع تم ربطها من خلال ماذا؟ من خلال إنزيم ربط الـ DNA إنزيم ربط الـ DNA ماذا يعمل؟ يعمل على تجميع هذه القطع لتبقى قطعة واحدة أو إيصالها بشكل واحد إذن هنا مثل ما يظهر معنا يستبدل إنزيم بالمرة الـ DNA إنزيم الـ RNA البادئ بنوكليتيدات الـ DNA إذن في البداية استخدمنا إنزيم الـ RNA البادئ بصناعة هذه النسخة الجديدة ولكن إنزيم البلمرة يستبدله بنوكليتيدات الـ DNA بعد الانتهاء من الاستنساخ هنا يظهر معنا في السبورة مثل ما نلاحظ كان لدينا شريط واحد ولكن في نهاية عملية التضاعف أصبح لديه جزئيين من الـ DNA تم تضاعفها يقوم إنزيم ربط الـ DNA بربط الجزئين مع بعض هنا مثل ما نلاحظ هذه الجزئيات تم ربطها مع بعضها البعض وهنا يشير الرسم مثل ما ذكرنا للسلاسل الأصلية السلاسل التي تم استنساخها السلاسل التي تم تفكيكها في الخطوة الأولى وهنا مثل ما يظهر معنا هذا هنا باللون الرمادي هذه السلاسل الجديدة التي تم استنساخها تصنع السلسلة الرئيسة بشكل متواصل مثل ما اتفقنا وذكرنا لماذا؟ لأنها تصنع ويزداد طولها في اتجاه شوكة التضاعف بينما السلسلة الثانوية تصنع بشكل غير متواصل في صورة قطع تسمى قطع أوكزاكي شاهدنا هنا لأكثر من RNA بادئ كان يظهر على هذه القطعة كانت قطع أوكزاكي تظهر بعد كل إنزيم للRNA البادئ لذلك هذه القطع نسميها السلسلة الثانوية لماذا؟ لأنها تصنع ويزداد طولها عكس اتجاه التضاعف لذلك يسمى تضاعف الديني بالتضاعف شبه المحافظ هذه العبارة التي عبرنا عنها في بداية الدرس واتفقنا عليها لماذا أطلق العلماء على هذه العملية بالتضاعف أو تضاعف الديني شبه المحافظ لأن أحد الشريطين يتم بنائه بقطعة واحدة بينما الآخر يكون هناك قطع تحتاج إلى ربط أو قطع تحتاج أو ظهرت كقطع أوكزاكي لم تكن أو تبنى بشكل متواصل مثل الشريط الأول هنا نظهر لكم ونبرز لكم دور الإنزيمات في تضاعف الديني إنزيم فكل التوال الهليكيز الوظيفة لهذا إنزيم مثل ما اتفقنا يفصل جزء الديني الحلزوني المزدوج من خلال تكسير الروابط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية والبروتينات المرتبطة مع السلاسل المنفردة ذكرنا بأنها تعمل على بقاء سلاسل الديني منفصلة عن بعضها البعض وإنزيم الـ RNA البادي مثل ما ظهر معنا إضافة قطعة صغيرة من الـ RNA تسمى قطعة الـ RNA الأولية إلى كل سلسلة من سلاسل الديني وإنزيم بلمرة الديني هذا الإنزيم يعمل على إضافة النيوكلتيدات المناسبة إلى سلسلة الدينية الجديدة مثل ما ذكرنا هنا الأدني مع الثامينة السيتوسين مع الجوانين وكذلك إنزيم ربط الديني هذا الإنزيم يعمل على ربط قطع أوكزاكي وربط الجزائين مع بعضهم البعض في نهاية الدرس لدينا مناقشة نتساءل في السؤال الأول بين ترتيب السلسلة المتممة للسلسلة الرئيسة التالية هذه سلسلة رئيسة ما هي السلسلة المتممة لهذه السلسلة مثل ما اتفقنا دائما يقابل الأدنين ثايمين الجوانين سيتوسين السيتوسين جوانين ثايمين يقابل الأدنين فهذه السلسلة التي تظهر معنا هي السلسلة المتممة لهذه السلسلة الرئيسة بهذا السؤال نكون قد وصلنا لخيتام درس تضاعف الديني رجعي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك